إلينا السيد عبد العزيز جباري مستشار الرئيس اليمني وعضو الوفد المفاوض مساء الخير دكتور جباري وأهلا فيك مرة جديدة في حدث اليوم ممكن أعرف من حضرتك إذا كان عندك طبعا إطلالة على ما فعله المستشار الأممي اليوم في الرياض في لقاءاته مع السيد محسن الأحمر وأيضا إذا كان التقى غيره شكرا جزيلا كما يعرف الجميع بأن الحكومة والرئاسة والمكونات السياسية اليمنية وكل مكونات الدولة مواقف مواقف إيجابية مع القرارات الدولية ومع الجهد الدولي من بداية الأحداث أولا لم نكن نرغب في الحرب ولا نريد استمرارها ونحن مع دعاة السلام ونريد السلام اليوم قبل غد لكن السلام العادل السلام الذي ينهي الإنقلاب لأنه بدون إنهاء إنقلاب لن يكون هناك سلام ما سمعها المبعوث الدولي من قبل الأخ نايب الرئيس ومن قبل المستشارين ومن قبل الشرعية بشكل عام نحن إيجابيين ونحن مع المشاورات ونحن مع المفاوضات التي تفضي إلى تنفيذ القرارات الدولية والتي تلتزم بالمرجعية الأساسية لأنه عدم الالتزام بهذه المرجعيات وعدم تنفيذ هذه القرارات لن ينهي الصراع في اليمن نحن مع إنهاء الصراع ليس مع إنهاء الحرب فقط بل مع إنهاء الصراع ولن يكون نهاية للصراع إلا إذا تم خروج هذه المليشيات من أجهزة الدولة والحكومة الشرعية يعني تقوم بواجبها الدستوري وتتعامل مع اليمنيين كلهم في إدارة الدستور والقانون طيب ماذا يعني ما الفرق بين إنهاء الأزمة وإنهاء الصراع حتى نكون فاهمين لكل الأسس التي تذهبون بمجابها إلى التفاوض إلى طاولة الحوار سميها ما شئت إنهاء الحرب بدون يعني على بغير أسس سليمة بغير عودة مؤسسة الدولة وتسليم هذه وتسليم الأسلحة من المليشيات إلى سلطة الشرعية يعني سمرار الصراع يعني أن يكون هناك سلام مؤقتة هدنة مؤقتة لأشهر معلومة أو حتى لسنوات ويبدأ صراع من جديد لكن إنهاء الصراع يعني تثبيت الدولة تثبيت مؤسسات الدولة تسليم الأسلحة أسلحات كل المليشيات إلى الدولة والدولة لها الحق الحصري في استخدام السلاح وأيضا ممارسة دورها الدستوري الدولة وعندما نقول الدولة الدولة الضامنة لحقوق الجميع بما فيهم جماعة الحوثي لم نسمع في يوم من الأيام في خلال هذه المدة أن السلطة الشرعية قالت أو تريد مصادرة حق الحوثي أو أي مكون من مكونات المجتمع اليمني لكن من حقها أن تكون هذه السلطة أن تسيطر على البلد من أجل أن لا يحدث مشاكل وأن لا تحدث صراعات وأن لا يستمر هذا الصراع ما يجري الآن بأنه محاولة ترقيع ومحاولة إرضاء لبعض الأضراف على إحساب القضية اليمنية الأمر في اليمن أمر واضح وجلي هناك مليشيات مسلحة قامت بالاعتداء على مؤسسات الدولة وقامت بتدمير هذه المؤسسات واعتدت أيضا على الشعب اليمني وحاولت أن تجر الأجليم ودول الجوار إلى معركة لسنا مستفدين فيها لا يمكن أن ينتهي هذا الصراع ولا يمكن أن نصل إلى السلام المنشودة السلام العادل إلا إذا تم سلام على أسس صحيحة وهذه الأسس موجودة في المرجعيات المتفق عليها وأيضا في قرارات الأمم المتحدة كل المجتمع كمان حتى نكون واضحين يعني متوحد أمام قضية اليمنية حتى نكون واضحين ومباشرين ما في حل برأيكم للأزمة مع دور يبقى للحوثيين يجب أن ينتهي هذا الدور مثل ما قلت لك أختي الكريمة يعني دور الحوثي لا أحد يريد أن ينهي دور الحوثي دور الحوثي هو مكون من مقونات المجتمع اليمني دور الحوثي نحن مع شراكة أي نوع شراكة كشريك في السلطة نحن على استعداد أن نشارك جماعة الحوثي في السلطة مثل ما أي مكون آخر لكن في إدارة دولة في إدارة مؤسسات الدولة لأنه لا يمكن أن نشارك جماعة الحوثي وهو يمتلك السلاح وهو الذي يفرض إدارة إرادة على الدولة وعلى المجتمع في هذه الحالة ليست هناك شراكة هذا يعتبر فرض أمر واقع بقوة السلاح وفي هذا الحالة لن يتهي السرع في اليمن ولن تنتهي الحرب لا يمكن أختي الكريمة أن تنتهي الحرب إلا إذا عادت مؤسسات الدولة وعادت سلطات الدولة المؤسسات الرسمية الحكومة مجلس النواب القضاء من الضمات المجتمع المدني الجيش الموحد الأمن الموحد لكن في ظل الماليشيات لا أعتقد بل أجزم أنه لن يكون هناك سلام والسلام نحن نريد السلام للجميع فيها جماعة الحوثي الأمم المتحدة فيه انتعاد من ما يقوم به المبعوث الأممي بهذا الامتعاد إذا بدي أروا أربطوا بلي عم تتفضل فيه هل المطروح شيء مختلف بالنسبة للحوثيين وشيء مختلف بالنسبة للسلطة أيضا يعني لناحية شروطها أو الأسس التي تقوم بمجبها المفاوضات نحن مع أي جهد دولي لإنهاء الحرب والصراع في اليمن ولكن من أجل من أجل يعني أن ينجح هذا الجهد لا بد من الترتيب بشكل يعني جيد ولا لا بد أن يكون المجتمع الدولي واضح في هذا المجال وهو لا زال الآن متمسك بالمرجعيات الأساسية وبقرارات مجلس الأمن وخاصة للقرارة 22-16 وعندما نريد ونؤكد على أنه نحن مع مشاورات قادمة لكن يجب أن يتم الترتيب لها بشكل إيجابي وبشكل صحيح والتمسك بالمرجعيات والتمسك بخروج هذه المليشيات وتسليم السلاح من أجل أن ننجح يجب أن يكون يعني الجهد الدولي والمبعوث الدولي واضح في هذا المجال ويجب أن لا يكون في هناك غموض ويجب أن لا يعطي وعود للآخرين وفي نهاية المطاف لن يقبل إلا أن يكون هناك سلام حقيقي حتى نضمن إنهاء العرب شو الغموض اللي تلاحظونه بما يطرحه المبعوث الأممي وهل هذا حكر يعني على هل الغموض هو شعر تشعر أكثر مع السيد جريفث أم هو طغى على كل المهمات مع المبعوثين المهمات الأممية مع المبعوثين الذين سبقوه أيضا لو تلاحظي أختي الكريمة عندما توجه دعوة من المبعوث الأممي الجانب الحكومي وجانب الشرعي يقبلها يقبل الزمان ويقبل المكان بل ويذهب إلى المفاوضات بشكل مباشر ويلتزم لأنه نحن نتصرف أننا مسؤولين عن هذا البلد وأنه يجب أن تنتهي هذه الحرب الجانب الآخر للأسف الشديد يعني يتنصل ويتقاعس ويفرض شروط لم نجد من الجانب الأممي ولا من المبعوث أن يشير أو يدين هذا التصرف هذا التصرف الغير مسؤول هذا التصرف الذي نتائجه كارثية على الشعب اليمني بل يدل له ويحاول في بعض الأوقات بعض الأوقات مكتب المبعوث يحاول يبرر لتصرفات الحوثي نحن في هذا الحالة يجب أن يكون المبعوث الدولي صارم وأن يتعامل بحيادية وبنزهة من أجل نجاح العمل من أجل أن يثمر جهود الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث ونصل إلى الهدف المنشود وهو إحلال السلام في اليمن طيب دكتور جباري اللي عم تتفضل فيه تقريبا سمعنا لوم منكم خليني أكتفي بكلمة لوم أيضا مع مبعوثين آخرين لا أدري إن كان مع غريفث الحال أكبر هذا الوضع تشعرون فيه أكثر مجارات الطرف الآخر خلينا سميها من جانبنا نحن نتفاعل نتفاعل مع الجهد الدولي وأي طلب مننا نبادر ونباشر بل ونذهب إلى أي مفاوضات وكثير من المشاورات ذهبنا إلى جنيف وذهبنا إلى بيل وذهبنا أيضا إلى الكويت وكنا أول من وصل إلى هذه المناطق الجانب الحوثي لا يقوم بهذا الدور المطلوب من المبعوث الأممي أن يحدد موقف وأن يظهر للعالم على أن الطرف المتعنت هي هذه الجماعة المسلحة التي ارتكبت الجريمة في حق أبناء شعبنا ما يحدث الآن في الحديدة ما يحدث الآن في الحديدة أختي الكريمة لو تلاحظي لو كان الحوثي حريص على أبناء الشعب اليمني وعلى مدينة الحديدة وميناء الحديدة ألا يدمر لكان أنسحب وعندما ينسحب هو ينفذ قرارات مجلس الأمن وخاصة لقرارة 23-16 كيف لجماعة الحوثي أو لهذه هذه الجماعة أن تعلن بأنها ملتزمة بقرار مجلس الأمن وهي تباتل في مدينة الحديدة ورافضة عن تسليم هذا الميناء بينما قرار مجلس الأمن واضح بأن الحكومة هي من يجب أن يسلم لها هذه الأماكن ويسلم السلاح من جانب الحوثي وقرار مجلس الأمن يجب أن ينفذ أنا أقول أختي الكريمة سلوك الحوثي على الأرض لا ينبي بأنه يريد سلام من يريد السلام علي أن يلتزم بشروط السلام والسلام لا يمكن القبول به ولا يمكن أن نصل إلى سلام إلا إذا تم تنفيذ القرارات الدولية والإلتزاب بالمرجعية التي يعرفها الجميع والذي ينادي بها منذ أربع سنوات دكتور جباري هل تعتقد وهذا سؤال دائما يخطر على بالنا عندما نتحدث عن مبعوث أممي هل تعتقد بأن هذا السلوك هذا النهج للمبعوث الأممي هو خاص فيه هو المجتمع الدولي يريد أن يأخذكم إلى مكان آخر غير الذي تريدونه في الحوار وفي المفاوضات وفي الحل السلمي أنا أعتقد أن المبعوث الأممي يحاول أي مبعوث يكلف بمهم يحاول أن ينجح وهو يريد أن يقدم شيء للجماعة الحوثية من أجل أن يجلوا بهم إلى السلام في هذه الحالة لن يأتوا إلى السلام يعني هو عندما يشوف الحوثي يتعنت والحوثي يصر على شروط والحوثي يعني لا يريد أن يلتزم هو يحاول أن يقدم لشيء ويحاول أن يجامله من أجل أن يحقق المبعوث الدولي نجاح وأنا أقول أن المبعوث الدولي لا يمكن أن يحقق نجاح إلا إذا حلت المشكلة إلا إذا تم الالتزام بالمرجعيات إلا إذا تم تسليم الأسلحة إلا إذا تم تطبيق القرارات الدولية لا يمكن أن يحقق نجاح من خلال مراضة هذه الجماعة أنت تعرفي أختي الكريمة أنه آخر مرة كان من المفترض أن جماعة الحوثي يذهب وفدها إلى جنيف نعم وفد الشرعية ذهب إلى جنيف وانتظر لعدة أيام والحوثي رفض يعني بدعوة أنه يعني حجج واهية لم نسمع من المبعوث الأممي أن يقول أن الجماعة الحوثي متعنتة أو أن جامعة الحوثي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بل تم مجاملته وكأنه ظهر وكأنه عنده حق وكأنه في هذه الحالة الحوثيين يتعنتوا أكثر الحوثيين يعتقدوا أن لديهم الحق الحوثيين يعتقدوا بل يروجوا يعني الأبناء الشعب اليمني بأن المجتمع الدولي رضخ لمطالبهم وبأن المجتمع الدولي يحاول أن يرضيهم وبأنهم على حق وهم في الحقيقة عكس ذلك نعم طيب إذا أتلبت منك إذن الآن أن باختصار تلخص أو تعطي توصيف للمهمة ولما يقوم به المبعوث الدولي من مشاورات تسبق السويد تسبق مفاوضات السويد بين هلالين حتى الآن نسميها كذلك كيف يكون هذا التوصيف المبعوث الأممي يقوم بدور جيد يشكر عليه نحن لا نريد أن نقلل من جهود أي شخص يقوم بدور إيجابي في حل المشكلة اليمنية لكن المشكلة الأساسية هي في جماعة الحوثي والمشكلة أيضا في مجاملة الحوثي على القضية الوطنية من جانبنا أعلننا مرارا وتكرارا ونعلنها اليوم وغدا أننا مع السلام مع السلام الذي ينهي الصراع مع السلام الذي يعيد مؤسسات الدولة مع السلام الذي يضمن حقوق الجميع بما فيهم جماعة الحوثي نحن مع السلام اليوم قبل غد نحن مع السلام في أي مكان في العالم ومستعدين أننا نوكع على سلام حقيقي سلام منصف سلام يعني يفضي إلى عودة مؤسسات الدولة لأنه بدون هذا السلام لن يكون سلام نعم بدون هذه الشروط وهي شروط منطقية من أجل أن نصل إلى سلام لن نصل إلى سلام مع جماعة الحوثي هل تعتقد ونحن خليني أختم بهذه الفكرة دكتور مع حضرتك هل تعتقد بأن المبعوث الأمامي مرة أخرى تحت ضغط شروط الحوثيين التي تشبه الشروط التي بسببها لم يذهبوا إلى جنيف لأنه لم يقبل بها لنحية الجرحة وإخراج لا أدري من يعني من البلاد وغيرها من الشروط سريعا أختي الكريمة للأسف الشديد جماعة الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا يمكن أن تصل إلى سلام إلا يكسروا عسكريا وهذا الكلام يعرف أبناء الشعب اليمني الحوثي إلى الآن يعتبر نفسه منتصر وهو في الحقيقة للأسف الشديد يعني دمر مؤسسات البلد وأيضا سفك دماء أبناء الشعب اليمني المبعوث الأممي المبعوث الأممي يقوم بضر ضيب من جهتنا حتى عندما يتم ضرح مسألة المختطفين والأسرة الأخ الرئيس أعلنها مرارا وانتكرارا نحن مستعدين أن نطلق يعني ما لدينا من أسرة مقابل أن الحوثي يطلق ما لديهم من مختطفين نحن إيجابيين نحن في الحكومة وفي مؤسسات الدولة والرئاسة والأحزاب السياسية سنكون إيجابين إلى أبعد مدى من أجل أن نضمن سلام حقيقي يعني في وعودة السلام والأمر لكن الكرة الآن في مرمى العوذي بدأت شكرك شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز جباري مستشار الرئيس اليمني وعضو الوفد المفاوض حدثتنا من